بدأت أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على مستوى كبار المسؤولين برئاسة مصر للتحضير للاجتماع الوزاري للمجلس المقرر الخميس المقبل شارك في الاجتماع ممثل وزارات التجارة والصناعة والاقتصاد والمالية بالدول العربية بالإضافة إلى مبارك الهاجري الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية ومدير المنظمات العربية المتخصصة المعنية بالملفات المطروحة بالاجتماع